السلالات المتحورة من فيروس كورونا باتت شغلنا شاغل في الأوينة الأخيرة مع ازدياد حالات الإصابة في جميع أطراف العالم المتحور دلتا أصبح هو المسؤول الأول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى في آسيا ما يجعله بتقدير الخبراء مستقبلاً السلالة الأكثر هيمنة ظهور سلالة المتحور دلتا بلاس مؤخراً أيضاً في كوريا الجنوبية أثار حالة عامة من الهلع لكن ما هي سلالة دلتا بلاس؟ المعلومات المتوفرة عنها تفيد بأنها سلالة متحورة عن دلتا وهي أشد عدوى من سابقاتها قد تصيب أولئك الذين تلقوا جرعات اللقاح الكاملة فيما خلصت الدراسات التي أجريت على مرضى سلالة دلتا إلى أن الأعراض قد تكون أكثر خطورة وبالتالي زيادة عدد الحالات الحرجة قد تظهر الأعراض بشكل أسرع من فيروس كورونا الذي نألفه سرعة اندشار السلالة عن طريق الاختلاط الاجتماعي وحول خطورة المتحور دلتا قامت مراكز علمية بإجراء أبحاث على المصابين بها ليتبين مبدئيا أنهم أكثر عرضة لدخول المستشفيات من سابقهم لكن النقطة الإيجابية في الموضوع هي أنه وحتى الآن كانت نسبة المشاركين في هذه الأبحاث قليلة ومحدودة كما أن النتائج لم يتم الاطلاع عليها بعد من قبل خبراء آخرين في الدراسات الوبائية لكن الجانب الذي لا خلاف عليه في الموضوع هو أن المطعمين يبقون أكثر مقاومة لأعراض المرض